على الرغم من فرحة أهالي بلدة الربة في محافظة الكرك جنوب المملكة ببدء تعبيد طريقهم الرئيسي التي طال انتظاره أكثر من عشرين عاما إلا أن المخاوف تنتابهم من عدم إنجاز المشروع لأسباب نستعرض أبرزها في التقرير التالي أخيرا وبعد طول انتظار بدأت أعمال صيانة طريق بلدة الربة في لواء القصر بمحافظة الكرك انتظار زاد عن عشرين عاما تخللها آلاف الشكاوى والمطالبات بإعادة تأهيل الطريق تربط طريق الربة محافظة الكرك بأطرافها الشمالية إنها طريق حيوية عانت طوال السنوات الماضية من تشققات كبيرة وترد البنية التحتية فيها ما جعلها طريقا محفوفة بالمخاطر سببت العديد من حوادث السير القاتلة بطلب من اللي بقوموا في هذه الأعمال عند تزفيت هذا الشارع إنهم يزفتوا بطرق علمية وسليمة عساس تكون مدى يعني تطول في مدىها مش قسر بس حطوا قسر هي ومن أي شتو ومنها طائر جميع المقاولين يتقوا الله بس وينجوا إنجازهم بالشكل الصحيح مش يحطوا العطاء من هنا أو بعد سبوع أو عشر سيام أو شهر بلدية شيحان الكبرى وبالتعاون مع مديرية أشغال الكرك بدأت أعمال تعبيد الطريق لكن ما خوي فتنتاب أهالي البلدة من من أسموهم مقاولين بلا ضمير الشارع هذا يعني أولا سيكون مؤهل تأهيل جيد وتأهيل هندسي وتصميم هندسي ورح يكون في الجدول كميات محسوب ولن يكون عشوائي ولن يكون اجتهادي يعني ثانيا أن هذا الشارع لازم نعرف أنه هذا الشارع يسمى الشارع الملوكي هذا الشارع الرئيسي عدا أنه ننافذ هذا الشارع الرئيسي يعني هو مثل ما بقولها بالعامي وجه البوكسي للبلد فرحة أهالي رب اليوم بتأهيل طريق بلدتهم الرئيسي بعد نحو عقدين من الانتظار تبدو محفوفة بالحذر فتجاربهم السابقة مع مشاريع المقاولين في منطقتهم بددت لهم كل فرحة بها بعد أول هطول مطري كان يكشف فساد أعمالهم